في المحافل الدولية مش بس في المحافل المحلية انا مليش دور دور النادي الاهلي طبعا على فكرة لازم اقول ان كابتن محمود الخطيب كان حريص ان هو ييجي النهاردة لكن للأسف نظرا ان هو ظهره وطعبه مبارح شوية فما درش ييجي لكن هو طبعا دور الاهلي وبرنامج عائلة الاهلي والمسؤولية المجتمعية عن النادي الاهلي انك انت تستضيف او تحتضر النادي الاهلي احتضن بطولة بهذه القدر بالتعاون مع جمهورية المانيا الاتحادية يعني دا يديك قيمة الحدث يعني من اعظم الدول الاوروبية ودول العالم اما تبقى عايزة تعمل حدث رياضي ما بتفكرش غير في النادي الاهلي والحقيقة النادي الاهلي يبقى حريص جدا ان هو يبقى مرايا لمصر يعني انت النهاردة عايز تظهر للعالم كله ان مصر دي بلد الامن والامان انك انت محتاج ان العالم كله يشوف البلد بيبقى بصص على البلد من خلال هذه البطولة انت عندك وكالات انباء عالمية غير الريبورتات او التقارير اللي بتطلع من السفارة فالحقيقة نكون ان تالت سنة تتعامل في النادي الاهلي وزا ما قالنا مبادت ب13 النهاردة ب21 ويمكن لا اخفي سرا ان هو اللي كان متقدم 26 وهم اختاروا يستبعدوا خمسة فما فيش شك دا يديلك قيمة الحدث النادي الاهلي عريق النادي الاهلي انشع الوطنية ونتمنى دايما ان شاء الله ان احنا نبقى عند حصن ظن الجميع وان احنا نعمل حاجة تشرف البلد وتشرف النادي الاهلي وتشرف مجلس دارة النادي الاهلي وكل عائلة الاهلي طبعا عايز اسأل حدرتك زويل ممكن ايه اللي احنا نشوف في الدورة التالتة اللي مقام على التوالي ممكن يكون جديد ومختلف عن الدورات السابقة اللي قبل كده لا مفيش شك السنة اللي فات اولا كانت بطولة نكحة جدا ويمكن وزارة الخارجية المصرية كان لها شرف انها تكسب البطولة السنة دي انا شايف انها هيبقى فيه تنافس خوي جدا وشايف ان الناس كلها متحفزة جدا انا بقابلت سفير كازاكستان كازاكستان مش ادر اقولك سفير بتاع ارجنتين نفسهم فعلا انهم يكسبوا البطولة دي لان زي ما قلت ده بقى دي بتقرب الشعوب ببعض زي ما قال كابتن هاني رامزي وزي ما العالم كله عارف ان كرة القدم هي اقرب وسيلة لتقريب الناس مع بعض النهار ده ما يبقى فيه بلدين عندهم مشكلة بلعبوا ماتش كرة الدنيا بتبقى كويس فالحقيقة يعني ان شاء الله بازن الله تبقى حاجة طليق بالبطولة طليق باسم النادي الاهلي العظيم وان شاء الله تبقى حاجة محترمة ويبقى برضو الالس تارز يبقى انت لك دور انك انت تلعب فيهم تلعب معهم مين ما قال من النجوم اللي ممكن يكونوا موجودين بالالس تارز اللي زي ما شوفنا في القرعة كانوا موجودين وشرفونها ويكونوا موجودين في المبرارة التي تتهي عام شاء الله ان شاء الله خالة بيبو هيبقى كابتن الالس تارز هيبقى فيه تبن لا انا haنا مضيش ركب يا عم عمر فان شاء الله هيبقى فيه سيد معوّد هيبقى فيه يمكن بركات هيبقى فيه هاني رمزي هيبقى فيه يعني ان شاء الله تبقى حاجة حاجة كويسة وانا سيبقى الاختيار للخالد بيبو وان شاء الله بإذن الله يبقى انت ليك دور فيها بردو وكابتن ربيع طبعا الوالد العظيم حبيبي ده وان شاء الله بإذن الله تبقى حاجة مشرفة واتشرفنا كلنا ونستمتع بها كلنا ان شاء الله شكرا جزيلا لك شكرا شكرا طبعا ده كان اللقاء مع البشواندس خالد مرتجع عضو مجلس سرطة النجل وزي ما احنا سمعنا وتابعنا ايضا مع السفير الالماني